قال وعن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه وإما يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء للمشرك بالمغفرة إذا كان حيا إذا كان حيا كما يدل عليه هذا الحديث وهذا الحديث مما يستدل به بعض الناس الذين يريدون أن يميتوا عقيدة الولى والبرى وأن يذيبوا عقيدة الولى والبرى بين المسلمين والكافرين فيقولون يجوز الدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة كما في هذا الحديث والرد على هؤلاء من وجه الوجه الأول أن هذا الحديث أن هذا الحديث جاء في الأحياء ولم يأتي في الأموات أن هذا الحديث جاء في الأحياء ولم يأتي في الأموات والوجه الثاني أن الدعاء لهم بالمغفرة المراد بها كما ذكر بعضها العلم المغفرة للذنب الذي فعلوه مع النبي كهؤلاء الذين شجوا رأسه وأدموا وجهه فهو يدعو لهم أن يغفر لهم هذا الذنب خاص صلاة أن يغفر لهم الشرك والكفر فالشرك والكفر لا يغفر أبداً الشرك والكفر لا يغفر أبداً وهؤلاء إنما يتبعون المتشابه ويتركون المحكم هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آياتهم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة فيتبعون المتشابه وتركون المحكم ما المحكم في هذا الباب المحكم قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له وستأذنه أن يستغفر لها فنهاه عن ذلك فهذا محكم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تبين له أن أباه على الكفر تراجع عن استغفاره له قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم اليابي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم فهذه آيات محكمات وأحاديث محكمة في هذا الباب تنهى عن الاستغفار للمشركين فمثل هذه الأحاديث لا بد أن تفهم على معناها كما ذكرنا لوجه الأول أن هذا للأحياء والوجه الثاني أن هذه المغفرة المراد بها المغفرة المخصوصة للذنب المخصوص لا مغفرة الشرك والكفر وأيضا قد يقال إن المراد بالدعاء لهؤلاء الأحياء بالمغفرة لازمها وهي أنهم يهتدون إلى الإسلام فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك بها الشرك غير مغفور ولو دعى من دعى والسغفى من السغفى فدعاه واستغفاره لا يجدي شيئا وإن هذا طعن في عقيدته هو لأن من يفعل هذا يريد تذويب الولى والبرى بين المسلمين وبين الكافرين وأن له ذلك فعقيدة الولى والبرى هي أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وبعضهم يلبس على الناس يقول الأيات جاءت فيه على الاستغفار ونحن ندعو بالرحمة وهذا تلبيس باطل تلبيس باطل وذلك لأن لأن المغفرة فرع عن الرحمة فالله عز وجل لا يغفر إلا لمن يرحم فالتفريق بين المغفرة والرحمة في الدعاء للمشركين تفريق باطل تفريق بين عموم وخصوص وقد نقل الإجماع غير واحد من هذا العلم منهم النووي وابن تيمية وغيرهم من هذا العلم على أنه لا يجوز أن يستغفر للمشرك ولو كان من أقرب الناس بصراحة الآيات والأحديث في هذا الباب العظيم وبعضهم يلبس على الناس يقول قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فيقطع الآية ولا يكملها نعم رحمة الله وسعت كل شيء لكن لا تسع الكافر وإنما تسع المؤمنين والدليل من هذا الدليل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا نقول هم أكملوا الآية يتبين المعنى قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم أكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائط ويضرع عن مصرهم إلى آخر الآية فالله عز وجل بيّن أن الرحمة لا ينالها إلا المؤمن التقي الذي آمن بالرسول واتبع الرسول أما تنزيله على الكفار فهذا فهذا تحريف لكتاب الله عز وجل ومحادة لشرع الله سبحانه وتعالى فإذن هذه الآيات والحديث لا بد أن تفهم على وجهها وأن تفهم على معناها وأن نحذر من هذه الدعوات الباطلة التي تريد تذويب الولى والبرى بين مسلمين والكافرين ويردون بذلك هدم الولى والبرى لأنه إذا هدم الولى والبرى بين مسلمين وبين الكافرين إن سلخ الإنسان من دينه فأصبح لا يفرق بين حق وبين باطل فيستوي عنده الحق ويستوي عنده الباطل وإذا كاليوم نسمع من الدعوات التي يدعو بها كثير من الظلال الذين يدعون إلى وحدة الأديان أو إلى ما يسمونه بالدعوة أو الأديان الإبراهيمية وقد كذبوا وفجروا فليس هناك دين إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام ونسبتهم هذه الأديان إلى إبراهيم تكذيب لكتاب الله وهو كفر بالله عز وجل كفر أكبر مخرج عن الملة لأنهم يسبون النصرانية واليهودية المحرفة الباطلة إلى إبراهيم واليهودية والنصرانية التي كانت لم تأتي لبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالذي يقول هذه الأديان إبراهيمية يكذب القرآن يكذب القرآن صراحة الآية صريحة ما كان إبراهيم يهودين ونصرانيا وأن تقول أديان إبراهيمية تنسب اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم والله عز وجل يرد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم على دين إبراهيم أن إبراهيم لم يكن على دينهم وإنما كان مسلمًا حنيفًا وما كان من مشركين عليه الصلاة والسلام